بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة الالي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس بكرة إن شاء الله الخميس حيكون أول اجتماع لمجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة الجديد بعد الانتخابات المنتظرة النائب أحمد دياب مازال بيحظى بدعم كبير من الأندية لرئاسة الربطة بعد الأداء الجيد اللي قدمته الربطة في الموسم الماضي يعني خلينا أقول لحضراتكم اللي حيحصل أو بنسبة كبيرة جداً هيكون تشكيل مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة الأستاذ أحمد دياب رئيس وكابتن عماد متعب نائب رئيس وعضوية شريف صالح وخالد رفعت واللواء إهاب شعبان بخلاف عضوين سيتم ترشحهم من الاتحاد المصري لكرة القدم الحج عامل حسين اللي كان عضو مجلس إدارة الرابطة في الموسم السابق حيكون متواجد في كعود ومجلس إدارة للاتحاد المصري فقط مع استمرار مسئوليته عن المسابقات والتنصيق ما بين الربطة والاتحاد كرة القدم ليه أنا بقى أقول لحضراتكم هذا الكلام لأن الربطة هي اللي بتمشي الدوري يعني الدوري السنة اللي فاتت الحقيقة قد يكون هناك بعض الأمور السيئة أو اللي حصلت خلال المباريات تخلينا نبقى متضايقين ولكن عدت مع عدد كبير جدا من الأسماء اللي قلتها لحضراتكم من شوية وتكلمت معهم تليفونيا معظمهم بينظر إلى المباريات أو إلى الدوري في الموسم القادم أنه يجب أن يكون دوري على أكمل وجه من وجهة نظرهم أن هم حيحاولوا يصححوا كل الأخطاء اللي كانت موجودة في الدوري السابق واللي قابله وأول هذه الأخطاء من وجهة نظرنا يعني هي أيوة التحكيم ترجمة نانسي قنقر